اشتركوا في القناة وإن كان النور الذي فيك ظلاما فيا له من ظلام لا يقدر أحد أن يعبد ربهم فإما يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويرذل الآخر لا تقدرون أن تعبدوا الله والمال حقا والأمان لجميعكم الله معكم أخوتي بهالنهار هذا من الأسبوع الثاني من الصوم وبحية كمان كل اللي عم بتابعونا عبر التيفي تشاريتي وعبر صوت المحبة يسوع والكنيسة اليوم عم تعطينا إذا أريد أن يقوله عم تنبهنا على كل أنواع البرص يلي بتكلنا لم أكن أعرف ماذا يعني أبرص توقتنا رحنا على كالكوتا ورحنا عند البرص لأن الأم تريزا كافحت هذا المرض هذا والبرص هو بالواقع مرض يأكل الإنسان وما يعرف ما يعرف يصير يأكله وآخر شيء يضطره لا سمح الله أنه يبتروله أعضاؤه لأنه خلص بعفنه بروحه والخطيئة عند ذات المفعول ليس الخطيئة التي نعترف فيها الخطيئة التي نسميها بغير أسماء ومنعطيها غير حلل حتى ندخل بمهادنة معها ونبررها لألنا وهذا اليوم الذي يسوع جاء ينبهنا تجاهه أكيد الناس الذين نتحدث عنه بالإنجيل ما يخص الجسد والعين ما يخص العين بالمصاري نحن نفهم هذا الشيء لأنه من ذات بيئة يسوع أكيد من قديم كان يفكره وليس أن النور تأتي على العين تصير تأشع كان يفكره أن العين هي تضوع على الأشياء ويصبح يشاهده إذا نفهم هناك الإنجيل نحن نفهمه مضبوط لكن ما يقول لنا يسوع في عنا تعبير نحن بالعمية من استعمله دعنا نفهم هذا الإنجيل وقتا منقول هذا الزلمة عينه فارغة أو هكينا الشخص عينه فارغة أو عينه شبعانة هذا يسوع الذي يقولنا لا يتحدث عن النظر لا يتحدث لأنه اليوم التحدي تبعنا بقلب هذا الصوم هو تحدي أنه ربنا هو يشبعنا كيف يعني واحد عينه شبعانة يعني شخص كريم متواضع حاضر للخدمة وهذا السؤال الذي كان يجاوب عنه متى لأنه سألوه لا متى الرسول إذا واحد معه مصاري هذه خطيئة يقول لهم لا وجوابهم مهم الإنسان يكون شو عينه شبعانة وهذا الذي يقولنا المسيح اليوم ليس غلط أن يكون لدينا مصاري ليس غلط أن يكون لدينا نتنعم بهذه الحياة لكن يسوع يدعينا أن نكون كريمين حاضرين للخدمة أن نكون متواضعين هذا هي العين الشبعاني الذي يدعينا إلى المسيح وقعد فكره أننا نستطيع أن نفعل هذا وهذا الشيء وهذا الشيء أيضاً أساسي لأن الإيمان المسيحي والصوم ليس هو أننا نريد أن نفعل كل التحديات أول شغلة نترك المسيح هو يملينا نترك المسيح هو يشبعنا المسيح هو ينورنا وينور ظلماتنا ساعتها منشبع لهذا يقول لهم لا تقدروا أن تعبدوا ربين الله والمال وهون يستعملوا بالعبرة كلمة ممون الذي هو إله المال لأنه يكون خلص شغلته وعقله وكل يتسوا بالمثار والثروات لهذا بهالإنجيل هذا متى يقولنا بكل تعبير بسيط كونوا كريمين كونوا سخيين مع الآخرين ليس بالمسار وأرجوكم ليس فقط بوقتنا لأنه اليوم الذي نرى بحياتنا كل واحد يريد أن يأكل الثاني وكل واحد هم نفسه لايكم المسيح ما يدعينا نكون كريمين مع الآخرين نكون متواضعين حلمين نحنا كان يقولنا مهزبين اليوم التهذيب صارت شغلة شي زيادة بالتسويق بالمعاملة مع الآخرين لا نكون وقحين اليوم نرى وقاحة ليس فقط بالأخلاق وقاحة حتى بالخطية وهذا البرص اللي بيكلنا بدون ما نحس اليوم المسيح عم يدعينا انه نكون شبعينين منه وهالشبع اللي بيشبع عيون نعرف فعلا نوزع الآخرين من وقتنا من ابتسمتنا من لطفتنا من معاملتنا مع الآخرين هذا صورنا بيكون فعلا مؤدس وهذا تكون حياتنا تمجد الله بكل لحظة مش بس بالصوم أمين بعد الصوم وكمان كل لحظة بحياتنا الصوم هو فقط تمرين حتى حياتنا تكون فعلا من أجل بناء الملكوت إله المجد إلى الأبد آمين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر